بسم الله السلام عليكم و مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم ان شاء الله نقدم لكم ميني بيتزا بدون فرن بحش والديدة و رائعة من الأطباق اللي ما كنتخطاناش فرمضان كنتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم الفيديو غادي نحتاج لها على بركة الله الميني بيتزا ديالتنا العجين غادي نحتاجو جكسان ديال الدقيق الفرص من قياس العنباء دائما ستتخدموا القياسات بكاس ديال العنباء خاصة مع الأخوات المكيتو فرش على ميزان ستكون طريقة سهلة سأخذ كاس نتاع الفينو او دقيقة محصل بالناعم جدا او دقيق فرخة سأخذوا معلقة كبيرة ديالت الحليب المجفف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود ربع ملعقة من الخميرة فورية وخميرة الخبز وقليل من الملح على حسب الضوك سأخذوا ملعقة كبيرة من الزعتر اللي عملت ميقلات سخنات مزيان واحد شوية وضعت فيها الزعتر بشك تحيد من الرطوبة وحكيتوما بين يدي بكل سهولة نرمل هذه العناصر الجفة بواحد ربع كاس دائما بقياس العنباء من زيت الزيتون ونحاول نتخلط على هذا الشكل ونجمع العجين ديالنا بالماء البارد ما يحتاج منا اخواتي لمجهود ولا عجين ولا والو انتم ما تشوفوا معنا ان شاء الله ستحضر هذا العجين فقط قصير سنجمع بالماء سنجمع بالماء وكتبقى اخواتي الكيمياء ديت الماء ممكن يكون قل من اللي استخدمت انا في هذه الوصفة وممكن اكتر على حسب الانواع ديال الدقيقة اللي كتوفر في السوق وحتى الفينو فكل اللي الممتاز كيشرب السوائل بزاف وكيني انواع الخرين ما يشربوش السوائل المهم العجين يكون عندنا شوية لين مهمنا هنا استخدمت كاس ونصف بالضبط وبتاع الماء وكيني بدنا نجمعها بايدية بدون ما ندلك ما شي شي مجهود يذكر يعني كنديوها ونجيبوها بايدينة اخواتي الشكل ديال العجين كيجيك يلسق في الايادي لما تخافوش فيه الفينو وفيه الزيت ما ديش يبقى ملتسق بالايادي صافي اخواتي بعد ما كملت ونسجمو عندي العناصر ونخليه يرتاح الجديد لا يوجد حول مكانية ونحن نزل على الهاتف يجعله غير يرتاح ونزل لداخل العجين ووفيه قشة ترتاح ونضعها اخواتي 13 دقائق ونضعه اما في الموضع والداخل ومن بعد نزل فوق سطح العمال ستعله بالقليل من دقيق نشكل ميني بيزا سوف يجب علينا طريفة العجينة سوف نجمعها في لدرنا دقيق سوف تبني العجينة الثانية سوف نشكلها سوف نجيز الكيمياء نتمنى تكون المعلومة واضحة نضغي القياس لنجعل العجينة تلتسق مع سطح العمل سوف ترشيشات خفاف سوف نورق العجينة سوف نقوم بسمك غليطة سوف نقوم بجمعها سوف نعطي العجينة خاصة من هذه العجينة سوف نقوم بقليطة سوف نضغط ها نشوف العجينة ماشاء الله نضع العجينة اخذوا اخواتي اللي عنده قطعة بقطعة اخواتي نستعمل غير كاس تديروا الحجم اللي بغيته باش تجيكم ميني بيتزا كبيرة شوية مهم على حسب الضغن تاعكم نتكبه العجينة كاملة ونقطع إن شاء الله بالكاس نختار الحجم وممكن تعملهم أصغر من هكذا قطعوا هكذا العجينة لا نضيفه نجيبه هنا ونحرك المليمان اللي يصر في نفس البلاصة باش كتبقى الحجم ديال الميني بيتزا مقاد دائري كتشوفوا اخواتي مشي كنضيفه نجيب المليمان هكذا من الامام والخلف فكنا نحاول نحركه في بلاسته مره ليمان مره اللي يصر مره ليمان مره بعد ما نشكل الميني بيتزا نحتفظ بها كيف صينية وما تبقى من العجين أخواتيها وغير نحطوا واحد شوية ونكمل به تشكيل الميني بيتزا اعطتني هاد الكيمياء ديالت دقيق اخواتي اللي شاركت معاكم في الفيديو 30 قطعة من حجم شوية صغير ومشي صغير كممكن نديرهم صغير من هكذا سوف ناخده مقلات تقيلة ديالت المسمى اللي نطيبه فيها الملوي ونطيب فيها كدلك الورقات البسطيلة فقد ناخد اخواتي هاكا المقلات سخن ونقصها ومسحتها بواحد شوية ديالت زيت بكلي نيكس نتاع المطبخ سوف نستفيها كيال ميني بيتزا انا كنتعجبني كيف قلت لكم البيتزا العجينة ديالها تكون رقيقها ما تكون شغلية باش كتزيج زيجج زيجج في المكلة نزيد نضغط عليها الان معاكفها شوية الخميرة قطع ونزيد نتكها نضيف الميني بيتزا تحمر من جوج جوائيه إذا تحمرت لنا جهة يكون كافية الجهة الثانية نحاوله غير تنشف ما تبقى عجينة خضرة و نحيدها من النار لأن هذه الجهة التي ستحتفظ بها بيضة سنوضعها على النار لنقوم بيضة ميني بيتزا لأنها ستحضر حتى العنوان نتشوف اخواتي نقوم بسرعة لاني بيتزا اشباركم الميني بيتزا اشتراك سبسكرايب ابوني وتفعلوا الجرس باش هكا توصلوا بجديد الفيديوهات ما تبخلوش علينا باللايكات للفيديو لمزيد من العطاء كتشجيع منكم وتعملوا الشير للفيديوهات اللي كتنال اعجبكم مع الاهل والاصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي حتى تعمل فائدة للجميع وكان شكركم بزاف اخواتي على الكلام زوين كتقولوا في حقي ولا تعليقاتكم طيبة كان نسأل الله فهذا العواشر اللي يفرحكم كيف كتفرحوني يا ربي ودينا رجعوا الميني بيزا دينا اخواتي الس السلسة في التوت قاسمتها معاكم اخليكم ان شاء الله الروابط متاع الفيديوهات اللي فيهم السلسة هنا يافروا بطاقات لعندكم على شكل البطاقات وكذلك في خانة الوصف نحتاجون الفلافي الالوان مشحرين في الزيت والبصلة كذلك مشحرة ججعوا بديل طون مصفيين من الزيت زيت كحل شرائح وشوية دي الفرماج محكوك وغادي ناخدو على بركتي الله نعمروا الميني بيزا دينا نعمروا في الاول كمية ديال تقريبا ملعقة ديال السلسة ومن بعد غادي ندير شوية ديال البصلة مشحرة شحرتها غيف الزيت والملح وإبزار كتجيزونا وكتعطي واحد الحلاوة مع السلسة ديال الماطشة كتجي هائلة في الميني بيزا البصلة غادي نضيف دابة شوية ديال الطون تنكمل كل القطاع اللي عندي ونعود نتذكركم اخواتي هذه القياس ديال العجينة اللي اعطتكم ديال الدقيق والمقادر ديال العجينة الفيزا ع 2-30 قطعة بحال هادي الشكل هذا فمن بعد ما عملت طون المعلب غادي ناخذ هاكيا فلاف الالوان غادي نعملهم هاكيا في الجوانب ومن بعدهم مباشرة نوضع كميه مناسبة على الفرماج محكوك ومن بعده اكيدا نعملو شرائح او دوائر تعز زيته الاسود اخوتي توجدوهم هكذا كيف تعملوهم في اللاجحة لوقيتها فاش كتبغيو الميني بيتزا ديالتكم عدروها تكمل الطياب ما كتاخدش في المقلاة وقت طويل كتسخن المقلاة وكتوضعوهم وتغطيو على المقلاة فضغية كيدو بالفرماج وديك الساعة كتكونوا كتقدموهم سخونين كيجيو هائلين فكنتمنى ان شاء الله هاد طريقة هذي سهلة وبسيطة تنال اعجابكم ان شاء الله ان شاء الله ينال اعجابكم الفيديو وما تبخلوش انه باللايكات كتشجيع منكم المزيد من العطاء والوصفات ان شاء الله الناجحة انتما اخواتي مقلاة كتكون سخون وكن نقصوه نار احنا مغردنش انهم يطيبوا را طيبين نص طيب اخصمغي واحد شوية يدوب الفرماج وتحمر واحد شوية من التحت ذيك العجينة اللي خليناها خضرها من التحت تاخذ واحد شوية لون ذهبي وصافي كتوجد معانا إلا توفر عندكم اخواتي اغطا تنجرات الجج سوف تراقبوها وهي كتشوفوا الفرماج انه ده بقد تحيدوها هنا تنقلب عليها كنا نحلى عليها ديك الصينية اللي عملت عليها كلقاها صافي الفرماج دهب كنحيدها كيف صحنة القديم وكنتمنى لكم شهية طيبة بصحة والراحة وكنقول لكم استودعكم في يد الرحمن شكرا 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 شكرا